أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم ثمانية وخمسين مليون وثمانمائة وتسعة وتسعين ألف وخمسا وعشرين خدمة طبية من خلال حملة ميت يوم صحة منذ انطلاقها يوم الخامس والعشرين من يونيو الماضي وحتى أمس وذلك في جميع محافظات الجمهورية ذلك بعد توجهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بمد عمل الحملة وقدمت الحملة خدمات الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدي حديث الولادة لتسعمائة وواحد وعشرين ألف وسبعة وأربعين طفلة فيما قدمت الحملة خمسة ملايين ومئة وأربعة آلاف وأربعمائة وسبعين خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي كما قدمت الحملة خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة وستين ألف مواطن موجودة 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 اشتركوا في القناة